بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الأمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلو العقدة من لساني يفقه قولي إخوتي الصائمين تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم مضاعف لنا ولكم الأجر وأهل المسلم بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج إرشادات الصائم تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن ضرورة استحضار نعم الله سبحانه وتعالى ورأينا أن بلوغنا لهذا الشهر العظيم المبارك هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعظمة هذا الشهر تقتضي مننا أن نستعد له خير عدة فالعاقل هو من يستعد لكل قادم بما يستحق من العدة وعدة هذا الشهر هي تعمير أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى أن نستعد له بقلوب راضية وقلوب فرحة بمقدمه لأنه أيام معدودات العمل الصالح فيها يدخلنا الجنة ويدخلنا من ذلك الباب الخاص بالصائمين إذا نحن صمناه إيمانا واحتسابا فقد هبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بأن هذا فرض واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا ونحن نتقرب إليه بأداء هذا الواجب وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما اشترطت عليه فإداء هذا الواجب من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى لا مراءاتا ولا مجاراتا للناس في عاداتهم وإنما نصوم وندع شهواتنا والمباحات كلها وما تجتهيه النفس من الأكل والشرب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر عنده من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه هذا أمر يسير على من يسره الله عليه إن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى افترض عليه هذا الصيام وأنه يؤدي هذا الفرض الواجب ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يلوي على ما يقوله الناس ولا يخطر بباله رؤية الناس ولا حديثهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم وإنما يصوم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم رمضان لقد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه افترض الله عليكم صيامه إذن هو صيامه أداء للواجب ينبطي أن نساعد لهذا الصيام بالقلوب المطمئن الفرحة بهذه الأيام المعدودات لنعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى وإلا نستقبله بنكد وكأننا نعيش شهرا نحاصر فيه عن أشياء كنا نرب فيها فمن كان هذا هو ديدنه وكان هذا هو الحاضر في قلبه لا يجد لذة للصيام ولا للقيام ولا لعبادة الله في هذا الشهر والإياذ بالله ويكون حظه منه الجوع والعطش وإن من مظاهر لاستعداد الصالح الطيب لهذا الشهر العظيم هو تهيئة الوروف المناسبة للعبادة سواء تعلق الأمر بإتقان العمل والإخلاص فيه أو تعلق الأمر بالتعلم والتعليم أو تعلق الأمر بالإنفاق في سبيل الله والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن مضاعفة الجهود في أنواع العبادات الخاصة والعامة تهيئة الوروف المناسبة لهذا تدل على أننا نستعد لهذا الشهر العظيم بقلوب مطمئنة وقلوب فرحة مرتاحة لهذا الموسم العظيم من مواسم العبادة الجديدة أما ما نشهده ونعرفه في واقع الناس للأسف كثير منهم يخالف هذا فأغلب الناس لا يستعد لهذا الشهر إلا بالإسراف وتنويع الموائد والاجتهاد فيها والبدل فيها وتحويل ليالي رمضان إلى ليالي مناسبات للأكل والشرب والبدخ والتجمهر على تلك الموائد وما يصاحب ذلك من أحاديث لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تمد للطاعة بصلة علينا عباد الله أن نحذر من هذا وأن نعلم أن رمضان شهر عبادة وصيام وقيام وتقليل من الأكل والشرب وتقليل من الشهوات والملذات وإكثار من العبادة التي ترضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكني ما يحب ويرضى وأن يتقبل مني ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا